بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي كأن يدا من وراء الذريح حمراء مبتورة الإصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والذيم ذي شرق ممرعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر مؤشوشب مترعي فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على ما أدعي فأنت تسير ركب الخلود ما يستجد منها يتبعي فلا يفرق الحسين كما أنه لا يفرق رسول الله لاحظوا أشرف بقعة على وجه الأرض الكعبة المشرفة التي في بيت الله في البيت الحرام أن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مبارك على هذه البقعة وعلى هذا المكان المقدس وعلى ذهر الكعبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حوله الكبار الكبار من الأصحاب فيهم الأغنياء فيهم الأثرياء فيهم الوجهاء فيهم العلماء فيهم الصحبة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى بلال بلال الحبشي هذا الذي من أول لحظة كان يقول أحد أحد يقول لبلال بلال اسعد على ذهر الكعبة اسعد على الكعبة بلال ما يشدك نعم يا رسول الله يقول لها نعم اسعد على الكعبة وأذن يا بلال أذن هناك على الكعبة يقول لها أنا يا رسول الله أنا بلال أنا اللي يكون تعبد الآن أجي أسعد على ذهر الكعبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول له نعم يا بلال أصعد على ظهر الكعبة وأذن وارفع صوتك بالأذان فيصعد على ظهر الكعبة ويؤذن في رواية شفتها أن بلال كانت عند لكنة في لسانه فما كان يقدر يتلفظ بالشين فكان بدل ما يقول أشهد بالشين يقول أسهد بالسين فكان يقول أسهد أن لا إله إلا الله قالوا يا رسول الله بلال لا يستطيع أن يتلفظ الشين فهو يقول أسهد أن لا إله إلا الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال سين بلال شين عند الله لأن بلال ملأ قلبه بحب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله هكذا يريد أن يساوي بين طبقات المجتمع نعم كل له على مكانته لكن هناك معيار واحد هو تقوى الله عز وجل هذا الموضوع لا يعجب كثير من الناس بمن فيهم بلعم وبمن فيهم أتباع بلعم هذوله يجون ينزلون نفسهم إلى هؤلاء الناس إلى الرعية نعم نزل نفسك إلى الناس وتواضع في الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وآله يقول من تواضع رفعه الله أصلاً أنت إذا تريد تريد أن تصير صاحب شأن تواضع من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله عز وجل شوف نفسك على غيرك ليس؟ شنو أنت عندك أحسن من غيرك تواضع تكون كالنجم لاحل ناذر على صفحات الماء وهو رفعه ولا تكك الدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيعه هذا الرسول صلى الله عليه وآله بعظمته الله تبارك وتعالى يخاطبه يقول له واخفذ جناحك تواضع واخفذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدقوا روحوا أقرأ الروايات لما كان يأتي أحد ما شايف النبي يجي واحد ما شايف الرسول ما يعرف النبي صلى الله عليه وآله فيدخل في المسجد مثلا فيرى حلقة وناس جالسون وفيهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله فما يعرفه فكان يقول يا قوم من فيكم محمد الصور كم النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل نفسه مثل البقية من فيكم محمد إذا إجاء واحد مرة إجاء واحد هذا كان واقف أمام الرسول صلى الله عليه وآله وهو أخذته الرحبة وقف يرتبك أمام النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله لا لا مالك مالك قل إنما أنا بشر مثلكم و إنما أنا ابن امرأة كانت تحلب المعزة وتجلس على الأرض بلعم ومن معه ما يأجبهم شوفوا الشوار انتظروني لحظات وأعود إليكم نكمل حديثنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر